يحيا رجل في الأربعين من عمره متزوج وله طفلة مريضة بالقلب ذهب بالأمس ليدفع قصة التاكسي الذي يملكه ولم يتبقى معه أي نقود فعاد إلى بيته ولم يستطع شراء الأنسلين لعلاج مرض السكر الذي أصيب به منذ عام وعندما استيقظ في الصباح استقل التاكسي على أمل أن يرزقه الله بثمن علاجه وعلاج ابنته وبعد دقائق شاهد شابا تعطلت سيارته بالطريق وأشار له ليقوم بتوصيله وبعدما ركب معه الشاب ارتفع السكر فجأة على يحيا وبدأ يشعر بعدم رؤية وهذيان شديد ولم يشعر بنفسه إلا في اليوم التالي وهو نائم على سرير بمستشفى خاص وعندما سأل عما حدث له أخبره بأن شابا بنفس مواصفات الشاب الذي ركب معه أتى به إليهم ثم غادر المستشفى مسرعة بعدما أفاق يحيا لم يجد التاكسي ولا هاتفه ولا محفظته وعلم أن الشاب لم يعطي بياناته للمستشفى وإنما أعطى لهم بيانات المريض التي أخذها من بطاقته ودفع حساب المستشفى فحزن يحيا وشعر أن الشاب نصب عليه وخرج كالمجنون إلى قسم الشرطة وحرر بلاغا بسرقة التاكسي وترك مواصفات الشاب ومن مراجعة كاميرات المستشفى أخذوا صورته لم يستطع يحيا العودة إلى البيت من صدمته فظل يمشي في الشوارع وهو يبكي فقد ضاع في لحظة مصدر الرزق الوحيد له وظل يناجي ربه بدموعه هل يرضيك بعد كل الشقاء ومرض ابنتي؟ يحدث ما حدث لي لا يهمني مرضي ولكن ابنتي كيف سأنفق على علاجها؟ التفى الناس حوله وأتوا له بطعام وماء ثم عرض عليه سائق تاكسي أن يوصله للبيت وعندما وصل للبيت نزلك المجنون فقد وجد التاكسي الذي يملكه أمام بيته فصعد إلى شقته وهناك وجد ابنته نائمة ومعلقا لها جهاز تنفس وعندما سأل زوجته عما حدث قالت له ابنتنا تعبت بالأمس وعندما اتصلت بك رد علي صاحبك وأخبرني بأنك أصلت بغيبوبة ونقلك إلى المستشفى ثم جاءني بالتاكسي وأخذنا إلى المستشفى ولولاه لماتت ابنتنا وقد تكفل بكل النفقات ثم أعطاني مفاتيح تاكسي والهاتف ومحفظتك وترك لي مبلغا كبيرا لإجراء العملية لابنتنا شعر يحيى بحرج شديد وخاصة بعدما علم أن هذا الشاب أرسله الله له بعدما تعطلت سيارته فلولاه ربما مات بسبب الغيبوبة ولم يجد من يشعر به وأيضا ربما ماتت ابنته فظل يبكي وهو يستغفر الله ثم ذهب إلى قسم الشرطة وتنازل عن بلاغه وبعدما شفيت ابنته وتحسنت أحواله ظل يبحث عن هذا الشاب ليرد إليه المعروف فلم يجده فذكرته زوجته بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجد ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب طلب الرئيس الأمريكي السابق نيكسون من المخابرات الأمريكية أن يعد له بحثا عن الإسلام وبالفعل نفذ أوامره ولكن هذا البحث كان طويلا جدا فطلب من روبرت كرين رئيس جمعية هارفرد للقانون الدولي ومستشاره في السياسة الخارجية أن يقرأ البحث ويختصره له فقرأ روبرت البحث وعلى الرغم من أنه كان مكتوبا بأيد المخابرات الأمريكية وليس بأيد إسلامية إلا أنه أثر في روبرت كرين كثيرا وكان أول أسباب دخوله في الإسلام ومن بعدها بدأ يحضر ندوات ومحاضرات إسلامية ليتعرف أكثر على الإسلام وفي أحد المؤتمرات أعجب روبرت بأحد المفكرين الإسلاميين وهو يتحدث عن مبادئ الإسلام ثم شاهده بعد المؤتمر يصلي ويسجد فاعتقد روبرت أن في هذا السجود إهانة له ولإنسانيته ثم أدرك بعد ذلك أن الشيخ ينحني لله وليس لبشر كائنا من كان فانشرح قلب روبرت لهذا الدين لأنه أثناء دراسته في جامعة هارفورد لم يجد في قوانينهم كلمة العدالة ولو مرة واحدة وهذه الكلمة وجدها في الإسلام كثيرا ولأنه كان يسعى إلى مبادئ ليست من وضع البشر فقد وجد كل ما يتمناه في الإسلام لذلك أعلن إسلامه وأطلق على نفسه اسم فاروق عبد الحق وفي حوار قانوني مع أساتذة للقانون مع غير المسلمين بدأ أحدهم وكان من اليهود يتكلم ويخوض في الإسلام والمسلمين فأراد فاروق أن يسكته فسأله هل تعلم حجم قانون المواريث في الدستور الأمريكي؟ قال اليهودي نعم أكثر من ثمانية مجلدات فقال له إذا جئتك بقانون للمواريث فيما لا يزيد على عشرة سطور فهل تصدق أن الإسلام دين صحيح؟ قال اليهودي لا يمكن أن يكون هذا فأتى له الدكتور فاروق بآيات المواريث من القرآن الكريم وقدمها له فجاءه اليهودي بعد عدة أيام يقول له لا يمكن لعقل بشري أن يحصي كل علاقات القرب بهذا الشمول الذي لا ينسى أحدا ثم يوزع عليهم الميراث بهذا العدل الذي لا يظلم أحدا كانت آيات المواريث وحدها سبيلا لاقتناع هذا اليهودي بالإسلام لذلك أسلم ودعا كل من يحبهم للإسلام يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يقل له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما في إحدى المدن الساحلية عاشت أرملة تسكن على شاطئ البحر وكانت تصنع كل يوم عجينة حمراء تستخدم في سد الشقوق في مراكب الصيادين والتجار مقابل خمسة دنانير تشتري بهم طعاما لصغارها وتحمد الله وذات يوم صنعت العجينة وذهبت بها إلى الشاطئ كالمعتاد وإذا بطائر يخطف العجينة ويطير بعيدة فبكت الأرملة حزنا وقالت يا رب صغاري سيموتون جوعا وأنا لا أملك إلا هذه العجينة في هذا الوقت قابلها شيخ المسجد وعلم منها سبب حزنها فابتسم وقال لها أنت لا تعرفين حكمة الله ولا تدبيره للأمور كل ما أود قوله لك أن الله رحيم بك أكثر مما تتخيرين فارض بقضاء الله عملا بحديث رسوله الكريم إن الله إذا أحب قوم لابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط استغفرت السيدة ربها واستسلمت له وبعد وقت قصير طرق خمسة رجال على باب الشيخ وهم يهللون ويحمدون الله وعندما فتح الشيخ لهم قالوا لقد نجان الله من موت محقق فقد كنا اليوم نستقل مركبنا وفي عرض البحر تصدع المركب بنا وبدأ الماء يتسرب إلى داخله فكدنا نغرق وصرخنا يا الله أنقذنا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه الأحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين وسيعطي كل واحد منا مئة دينار للفقراء والمساكين وإذا بطائر يحمل عجينة حمراء من التي تعالج شقوق المراكب وألقاها علينا في هدوء فسددنا بها التصدعات ونجونا وها هي خمسمائة دينار أعطيها للفقراء ذهب الشيخ إلى الأرملة وحكى لها قصة رجال المركب ثم أعطاها المبلغ وقال لها تفضلي لقد اشترى الله منك العجينة بمئة ضعف ثمنها خذ المبلغ وأطعم صغارك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وضع أستاذ لعلم الاجتماع بإحدى الجامعات الأمريكية شرطاً لحصول طلابه على الدرجة كاملة في مادته بعد ثلاثة أشهر وكان الشرط هو القيام بعمل مختلف يفخر به الطالب طوال حياته وقد اتفق الأستاذ الجامعي مع إحدى الشركات بتكريم أفضل عشر مبادرات بمبلغ كبير وبالفعل تسابق الطلاب الثلاثون في القيام بهذا العمل المتميز وقام معظمهم ببعض الاختراعات وكان من بين الطلاب طالب عربي مسلم وعملاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الفرائض إدخال السرور على المسلمين قرر أن يسعد زميله الهندي الذي يسكن معه في السكن الجامعي وكان هذا الطالب الهندي قد جاء من بلاده إلى أمريكا لدراسة الطب ولكنه كان دائماً منطوياً لا يتحدث مع أحد وليس له أصدقاء قام الطالب العربي المسلم بوضع رسالة قصيرة مكتوبة على جهاز الكمبيوتر دون توقيع تحت باب غرفة الطالب الهندي كتب فيها كنت أتمنى منذ الصغر أن أصبح ذات يوم طبيباً مثلك ولكني ضعيف في دراسة المواد العلمية لقد وهبك الله ذكاءً سيجعلك تساهم في إسعاد البشرية وفي اليوم التالي اشترى له قبعة ووضعها أيضاً عند الباب وبجوارها رسالة مكتوب فيها أتمنى لو أن هذه القبعة تنال إعجابك وفي المساء رأى الطالب المسلم زميله الهندي وهو يرتدي قبعته ومعها ابتسامة لم يرها من قبل ونتيجة لسعادة الطالب الهندي بما يحدث معه قام بتصوير الرسائل والقبعة ووضعهم على صفحته الشخصية بحساب الفيسبوك وكان أجمل ما تابعه الطالب المسلم هو تعليق والد الطالب الهندي الذي كتب لابنه حتى زملائك يتوسمون أنك طبيب متميز استمر ولا تخذلهم وقد دفع هذا التعليق الطالب المسلم إلى المزيد من العطاء لزميله الهندي دون الكشف عن هويته حتى اشتهرت قصة الطالب الهندي الذي تغيرت حياته للأحسن وخلال شهرين من تطور الأحداث طلبت الجامعة من الطالب الهندي أن يتحدث عن تجربته مع الرسائل والهدايا التي يتلقاها وكانت المفاجأة حينما أخبر الحاضرين بأن الرسالة الأولى التي وجدها عند الباب كانت السبب في التخلي عن قراره بترك دراسة الطب حيث دفعته هذه الرسالة إلى الأمام وجعلته يتجاوز العراقيل التي وجهته وكل ذلك بفضل مبادرة هذا الطالب الذي تسبب في تغيير حياتي إلى الأفضل كما أود رؤيته لأخبره بأنه قد أسعدني وغير مجرى حياتي وبعد دقيقة واحدة تقدم الطالب المسلم إلى صديقه الهندي والدموع في عينيه بعد تأثره بكلماته وقال له الحمد لله الذي جعلني سببا لإسعادك وبعد يوم واحد أعلن الطالب الهندي إسلامه وفي نهاية العام نال الطالب المسلم درجة المادة كاملة كما فاز بمبلغ كبير والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم